ومعلى أبرز صفقة ممكن تتوقع سرعة انسجامها وتقلقها مع الأهلي خلال الفترة اللي جاية شادي حسين، مصطفى سعد، وبرونو سافيو تتوقع مين منهم؟ ولعل لو عسى خلال الأيام القادمة بإذن الله ممكن يكون فيه تدعمات أخرى خاصة مع غلق باب القيد المحلي يوم 10 أكتوبر لكن نبدأ حلقتنا بأهم العنوين في ترند الأهلي الفريق يخوض مران واحد اليوم وكمان صلاح ينضم للمنتخب غدا استعدادا لمبارتين نايجر وليبيريا وأخيرا اجتماع الاتحاد الكرة مع كلاتنبرج لحسم القيمة الدولية للحكام غدا تفاصيل أكتر ولكن أخرج إلى فاصل وبعد الفاصل ندخل في تفاصيل حلقة النهاردة من برنامج التريند أهلا بحضراتكم مين جديد طبعا الفترة الأخيرة بنتكلم عن لعبي النادي الأهلي ونجوم النادي الأهلي وفي أرقام وإحصائيات مهمة جدا بخصوص لعبي النادي الأهلي النهاردة معنا اتنين من أبرز نجوم القلعة الحمراء بل كمان أحدهم أبرز اللاعبين المحترفين الأجانب الموجودين في الدوري المصري أليو ديانج ومحمد مجدي أفشا أليو ديانج يعد من أبرز المحترفين الموجودين في الدوري المصري وعمل انطلاقة كبيرة جدا بخصوص لعبي خط الوسط في مصري خلال آخر سنتين صفقة كانت مهمة أرقام مميزة تعالوا نشوف في الفيديو جراف أبرز أرقام أليو ديانج مع الأهلي منذ انضمامه خلال الفترة الأخيرة اشتركوا في القناة أحد أبرز المحترفين في الدوري المصري خلال السنوات الأخيرة النجم المالي لعب خط وسط الأهلي أليو ديانج طيب محمد مجدي أفشا صاحب القضية في نهاء القرن أول ما تقول محمد مجدي أفشا اللعبة المميزة والهدف التاريخي هدفه في الزمالك في نهاء القرن عام 2020 موسيقى زي ما شفتوا طبعا أرقام محمد مجدي أفشا أحد أبرز اللعابين لنضموا للأهلي خلال آخر سنتين ألقاب عديدة مع الأهلي وبكل التوفيق يا رب بإذن الله اللعابي لنادي الأهلي النهاردة صحينا على حاجتين أول حاجة إلحق يا جدعة ده فجأة الأهلي النهاردة لغى التمرين الصباحي إلحق ده برونو سافيو مصاب ده بسم الله الرحمن الرحيم لسه بتبدأ اليوم وأول حاجة بتشوف على السوشيال ميديا إيه اللي موجود النهاردة فجأة لقيت الخبرين دول في وشي على طول كده قدام كل الناس الأهلي لغى التمرين برونو سافيو مصاب الحقيقة إيه؟ كلكم عارفين بكرة بإذن الله في تدريب أو في مباراة ودية للنادي الأهلي زي ما الجهاز الفني كان أعلن قبل كده عندنا ثلاث مباراة ودية مطش يوم 21 مطش يوم 25 ومطش يوم 29 وتقالي المباراة تدريجيا مباراة مع عبد روجت ثم لقاء مع أسوان ولقاء مع طلائع الجيش اللي بيكتب الخبر واللي عايز يكتب معلومة عن تدريب الأهلي قبل مباراة ودية بـ 24 ساعة يعني وده معروف يعني أي حد سواء يشتغل في الصحافة أو بيتابع الكرة مفيش فرقة تعمل تدريب صباح ومسائي ليلة مباراة ودية ده ألف به ثانيا في برنامج كامل معد من المدير الفني السويسري مارسل كولر خلال الفترة الأخيرة حتى موعد المباراة الودية الثالثة يوم 29 برنامج مكتوب بالساعة وبالضيئة وبالسانية لكل أفراد الفري والجهاز الفني من أول يوم تمرين لغاية يوم 29 الرجل عمل برنامج كامل برنامج النهاردة 29 في الجدول إيه تدريب مسائي فقط لا فيه تدريب صباحي ولا كان فيه تدريب صباحي ولا تلغى التدريب الصباحي دي نقطة النقطة التانية الفريق موجود في معسكر مغلق في إحدى الفنادق القريبة من مقر النادي في الجزيرة بيبقى فيه محاضرات الصبح فيه تدريب استشفى فيه تدريب في الجيم والراجل عامل وحدات تدريبية ومحددها على مدار هذه الأيام وما بين المباراة الودية كمان فالبرنامج المعد أن النهاردة فيه تدريب مسائي المفروض بيذن الله في التويتر بيكلمكم فيه الفريق دلوقتي حاليا في ملعب مختار التيتش بالجزيرة والتدريب شغال دلوقتي وأنا معاكم على الهواء وبالتالي ما كانش فيه تدريب صباحي ولا الجهاز الفني لغى التدريب الصباحي ولا فكرة أصل الجهاز الفني لغى التدريب الصباحي عشان حالة الإجهاد والحمل البدني كل الكلام ده غير صحيح بالمرة فبالتالي من أولا هو ما فيش خبر أو معلومة هتنزل على السوشيال ميديا وعنعديها مش هيحصل حتى لو تفصيلة صغيرة شوفوا وصلت لفين يعني وصلت لمرحلة أنه يتقلق كان فيه تامرين وتلغى فكرة أنه فيه تامرين وتلغى دي الناس بتقلق ليه كان فيه تامرين وتلغى إلا حصل أو فيه حد مصب فبالتالي هيبقى فيه بالبلة من أولا هو احنا مش هنعدي التفصيلة الصغيرة اللي موجودة على السوشيال ميديا لأن للأسف بعض الجماهير مش عقول كل الجماهير بعض الجماهير من خفها وقلقها بتصدق وبتسمع وبتقرأ وبتصدق أي حد وبتصدق أي حد ممكن يبقى قدامك مستند على الشاشة واضح ويقولك المستند ده من الصحيح مش عارف حصل إيه والناس بتصدقوا رغم أن الورق واضح والتصرحات واضحة والأمور كلها واضحة بس الناس بتصدق فاحنا مش هنعدي أي تفصيلة بعد كده فما كانش فيه تمرين والتمرين المسائي شغل دلوقتي والأمور كلها الحمد لله تسير على ما يرام الجزاية التانية المهاجم البرازيلي برونو سافيو اتقال مصاب ومصاب في العضلة الخلفية وفترة غياب الأمر كله متعلق به تأسيمة كان فيها احتكاق قوي ما بين سافيو وطاهر كله بيعاب بحماس كله عايز يثبت وجوده قدام المدارب السويسري مارسل كولر فبالتالي كان فيه كادمة خفيفة الرجل عمل أشعة وأزبرت الحمد لله نواسليم ولو فيه بعض الإجهاد هياخد راحة من المران والنهاردة فيه تمرين مسائي كمان هنطمئنه ونشوف على وقع مباشرة النهاردة فيه راحة لبرونو سافيو ولا هيكون موجود فيه المران الجماعي النهاردة مع كل اللاعبين وبالتالي محدش ينزعج بالأخبار السلبية اللي بتطلع بشكل كبير قوي على لعبة النادي الأهلي أو على فريق الكرة في النادي الأهلي خلال الفترة الأخيرة لأن البعض بيحاول قدر الإمكان يصدر لك أي صورة غير صحيحة عشان تقلق وتعمل بروباجندا على كلام فاضي غير صحيح الفريق بيستعد بكرة مباراة ودية مع بترجيت الساعة 5 وهيبقى فيها لعبة إن شاء الله بإذن الله الراجل عايزة تفرج عليها ويشوفها الفترة الجاية هنشوف بكرة قهربة هنشوف بكرة بإذن الله كمان مصطفى شبير كلنا عارفين إن فيه لعبة موجودة في المنتخب الأول زي الشناوي وأيمن أشرف وكريم فؤاد وحمدي فتحي عارفين نعلي معلول مع منتخب تونس آليو ديانجي مع منتخب مالي ففرصة بكرة نشوف بقى العناصر بكرة إن شاء الله هنشوف قهربة في المباراة الودية وهنشوف كل اللعيبة هنشوف كمان شادي حسين إذا كانت جاهزيته للمباراة بإذن الله هيكون موجود الراجل بكرة هيبقى عامل سيناريو للمباراة الودية والمباراة الودية اللي جاية كمان خلال الفترة اللي جاية دي كانت نقطة مهمة جدا محتاج أشرحها لكل جمهور النادي الأهلي في كل مكان أخرج لفاصل وبعد الفاصل نرجع لسه عندنا تفاصيل مهمة جدا في برنامج الترند النهاردة أهلا بحضراتكم من جديد طيب احنا بنتكلم خلاص بقي ساعات أو أيام قليلة جدا ويتم إرسال القايمة الدولية للحكام المرشحين في الفترة اللي جاية والملف ده احنا اتكلمنا فيه بأنه أكتر من حوالي أسبوعين والحمد لله يمكن نعمل ردود فعلي إيجابية جدا في الوسط التحكيمي وداخل مبنى اتحاد كرة القدم في الفترة الأخيرة الملف ده مهم جدا ليه لأن أي نتائج من خلال هذا الملف هتنعكس على شكل ومسابقة الدور العام الموسم اللي جاي قلت قبل كده المعيار بالنسبالي مش رقل الجزاء ولا تسلل المعيار بالنسبالي القايمة الدولية من الحكام المرشحين هل المعايير سليمة ولا لا هل لجنة الحكام الحالية بتشتغل بشكل لائحي وقانوني سليم ولا لا لو الأمور ماشى كويس يبقى السنة الجاي هنشوف مسم تحكيمي مميز لو الأمور مش ماشى كويس يبقى كنك ما عملتش أي حاجة جبت ماركك لاتنبرج مكان عصام عبدالفتاح ولكن التفاصيل اللي ما بين السطور زي ما هي المفروض بقرة ده بقى من ضمن الكواليس بقرة في اجتماع ما بين أعضاء في مجلس إدارة اتحاد الكرة مع ماركك لاتنبرج عشان يحسموا القايمة الدولية للحكام خلال الفترة اللي جاي والطبيعي إن المفروض القايمة الدولية بيتم تحديد معاييرها من خلال كذا نقطة أولا الكشف الطبي اختبار اللي يقل بدنية والدرجات والتقييمات الفنية اللي تمت على مدار الموسم الماضي وبعد ذلك بتشوف بقى مين اللي كان مرشح دولي وممكن يستبعد وبتخط الأسامي تبقى لهذه أو للمعايير اللي أنا قلتها قلت قبل كده فكرة استمرار الكابتن محمود عشور في القايمة الدولية ده مش في مصلحة مصر مع كامل احترام للكابتن محمود عشور وأي حكم بس عايز تلعب وتكمل بعد التخط السن القانونية ممكن تلعب في الدوري في الدوري المحلي لكن القايمة الدولية ده بتبقى لها علاقة بظروف مصر ويعني الإمكانيات اللي ممكن تسمح لحكم مصر إنه يكون موجود في المحافل الدولية اللي جاية أنا مش عدي حكم 47 سنة يكون موجود في تقنية الفار في القايمة الدولية وملقهوش بعد كده في أي بطولة دولية عايز أدي فرص للحكام اللي لسه عندهم 6-7 سنين على ما يوصلوا للقايمة الدولية وبالتالي ما ينفعش ألاقي محمود عشور في القايمة الدولية لحكام الفترة اللي جاية وبالتالي يضيع على مصر مقعد أو اتنين نفس الفكرة بالنسبة لمحمود أبو الرجال محمود أبو الرجال مساعد دولي وموجود في كأس العالم اللي جاية وهيكون مساعد دولي في المباريات وهيتم الاستعانة به كمان إيفار في تقنية الفيديو فبالتالي مش محتاج أحط محمود أبو الرجال كمان في قايمة تقنية الفيديو فبالتالي محتاج أوفر مكانين مع طارق مجدي إذا كان طارق مجدي يترشح للقايمة الدولية اللي جاية في تقنية الفيديو وبالتالي أستفيد بكذا اسم كلكم لو بسطة الحكام كسر عالم المرشحين لتقنية الفيديو هتلاقيهم موجودين كحكام ساحة في القايمة الدولية لكن مش في تقنية الفيديو وبالتالي أنا هنا بضايع عن مصر مكانين فبالتالي فرصة اتحاد الكورة يعرف المعيار إزاي عشان يعدل ده في الفترة اللي جاية استمرار محمود عشور عامل أزمة ما بين الحكام وأنا بقول لكم على معلومات معلومات رسمية متأكد منها في ألأ ما بين الحكام في مسألة المعايير والمد للكابتن محمود عشور وهو عنده 47 سنة في الفترة اللي جاية حاليا الكابتن محمد الحان في 44 سنة وآخر سنة إذا ممكن يترشح قايمة دولية مجريش مع الحكام فعايز يدخل قايمة الفار هل اللوايح تسمح ولا ما تسمحش في حكام أنا زكرتم قبل كده عدوا قايمة المطشات بأكتر من 18-20 مطش قلت قبل كده عسامي محمود بسيوني سيد شعبان الكابتن وقايا الفرحان كل دول عدوا الأرقام ديت هل محمد الصباحي عنده أرقام تساعده أن يخش ولا لا كل دي حاجات هنشوفها خلال الفترة اللي جاية ولكن في نقطة مهمة جدا تم إصارتها خلال الساعات الأخيرة اتقال لبعض الحكام من قبل الكابتن أحمد أبو العيلة إن عشان تترشح في القايمة الدولية في تقنية الفار لازم تكون لعبت آخر سنة 15 مطش طبعا الكلام ده حابنا نتأكد منه نشوفه لأن لو آخر سنة لعبت 15 مطش في حكام عايزة تخش القايمة الدولية ما ينفعش ما تنفعش تخش ولو بتتكلم على آخر سنتين برضو في حكام ما تنفعش تخش الفيفا حسم الأمر الفيفا عمل إيه الفيفا من حوالي شهر بعت للاتحادات المحلية إيه هي الشروط الخاصة بالقايمة الدولية سواء بالنسبة للحكام أو المساعدين أو تقنية الفار وحكم قرة الصلاة والقرة الشاطية أنا أستعرض معكم على الشاشة الليحة اللي حطها الاتحاد الدولي بخصوص تقنية الفيديو وحط رولز كده وقواعد معينة بخصوص إنك تكون موجود في القايمة الدولية تمام؟ المادة رقم 6 الفقرة الثالثة بتتكلم على عدد المباريات اللي أنت لعبتها في تقنية الفيديو بتقول إيه؟ آخر سنتين عشان تترشح حكم فيديو لازم تكون لعبت في آخر سنتين ما لا يقل عن 15 مباراة ما لا يقل عن 15 مباراة إذن الكلام اللي بتقل لبعض الحكام من بعض عضاء اللجنة أو من الكابتن أحمد أبو العيلة إنه آخر سنة بس 15 مرش طلع كلام بالسليم وبالتالي آخر سنتين لازم تكون لعبت في التقنية أو دخلت تقنية الفيديو لعبت 15 مباراة طيب خدوا بقى مني الأرقام دي السنة دي الكابتن محمود عشور كان موجود في سبع مباراة تقنية فيديو واللي فات حسب الإحصايات اللي وصلت لي يعني حوالي 6 مطشات وبالتالي 13 مباراة 13 مباراة لا ينطبق عليه هذا الشرط يبقى الكابتن محمود عشور بخلاف أنه 47 سنة كمان عدد المباراة لا ينطبق عليه نروح لكابتن محمود أبو الرجال السنة دي كان فيلفار 3 مطشات السنة اللي فاتت كان 4 مطشات يعني 7 مطشات فبالتالي لا ينطبق عليه إلا الشرط الأرقام دي هل اللجنة هتأخذها كمعيار عشان تختار منحوك كامل فيديو ولا لأ كمان أنت الأرقام دي إذا كانت الإحصائية بنسبة 100% سليمة يعني وبعدت الأسماء دي والأرقام دي غير سليمة هل ممكن الاتحاد الدولي يستبعد الأسماء دي وبالتالي خسرنا مكانين في القائمة الدولية ولا لأ وبالتالي أنا رسلتي لمجلس إدارة اتحاد القرى أرجوكم أرجوكم بلاش يعني فكرة أننا نضغط أو نساعد حكم أو نحاول نساعد بعض الحكام أن اللوايح ما تنطبخش عليهم وندخلهم قائمة دولية حطوا مصر في المقام الأول عشان اللي هيحصل في القائمة الدولية هينعكس عليكم وعلى الأندية في الموسم اللي جاي أتمنى تكون رسالة وصلت وده رسالتي الأخيرة قبل اجتماع الاتحاد مع ماركي كلاتنبرج اللي أتمنى أشوف دور لي الفترة اللي جاية بعد ما كان بعيد تماما عن الصورة خلال الفترة الأخيرة دي الأمور المتعلقة باجتماع الاتحاد الكورة مع ماركي كلاتنبرج والأمور الخاصة بالقائمة الدولية أخرج إلى فاصل وبعد الفاصل نرجع ونشوف كيف يستعد الأهل وإيه هي كمان الأخبار الخاصة بالأهل خلال الفترة اللي جاية مع قرب موعد أول مباراة رسمية مع التحاد الملستيري التونسي في دوري أبطال إفريق أعلم بحضراتكم من جديد طيب تدريب الأهل والاستعداد للمباراة الودية وغدا أولى اللقاءات أمام بيترو جيت مباراة بإذن الله هتكون الساعة أربعة على ملعب الأهل والسلام تفاصيل أكتر بخصوص هذه المباراة الودية وكمان التدريب حاليا اللي شغال في ملعب مختار التتشي بجزيرة أذهب مباشرة إلى مقر النادي الأهل بجزيرة مع الزميل العزيز كريم أحمد موفد قناة الأهل عشان نعرف منه كل الأخبار وكل الجديد وكمان نطمئن من خلاله على برونو سافيو وكل الأخبار اللي احنا بالتأكيد جمهورنا العظيم جمهور النادي الأهل طيب كذا ملف محتاجين نتكلم فيه أول حاجة هتكلم معاك على برونو سافيو تكلمت أنا في بداية الحلقة وقلت للناس كل اللي بيتكتب على السوشيال ميديا غير صحيح لكن أنت موجود بقى في قلب الحدث وقدامك التدريب في ملعب التتش أخبار برونو سافيو وإيه أخبار التدريب بالتأكيد محمد طبعا يعني هيا النقطة دي مهمة جدا في البداية لأن الكل اللي اكتهده كل كتب من راجل عنده خلفية وناس اشتكت من ملعب مختارة تتش وجودة الملعب أمور عديدة الحقيقة كلها لغت كبير جدا لكن التصريحات الخاصة طبعا بناخدها من الجهاز الطبي الدكتور رحمد أبو عبدو رئيس الجهاز الطبي كالعادة برونو سافيو يمكن عمل فترة أعداد كاملة بالنسبة طبعا قبل ما يكون متواجد مع النادي الأهلي لعب عدد كبير جدا من المباريات تصل إلى سبعة وتمم مباريات قبل ما يكون متواجد فيمكن هو خد فترة أعداد كبيرة جدا الراجل خلاص الحمل البدني عنده ترفع خلاص وصل للتوب فور وبنسبة للأعداد البدني فمش ممكن أن انت تقدر تيجي تاني تبدأ من أول جديد معاه فترة أعداد بدني فده كان أمر مهم جدا أن انت تديله مزيد من الراحة عشان ما بقاش في شكوى لأن الراجل جاهز بشكل كبير جدا حتى الجانب الفني الراجل لاعب سبع مباريات فده أمر مهم جدا حبينا محمد الحياة كنا نوضح الراجل يمكن واخد يوم أو يومين إضافيين شوية مع بعض التدريبات الخفيفة لكن مش معنى أنه هو مش متواجد أو مظهرش في ملعب مختار التيتش الناس على طول تتكلم وتقول أن الراجل عنده إصابة خلفية أو ممكن يكون متواجد الفترة اللي جاية لا هيا الراجل خلاص عرفنا أن حمل التدريب بالنسبة له بينزل شوية لأن الراجل عنده من القدرة البدنية أنه هو يقدر خلاص يخلش في تدريبات الكرة بعيدا عن التدريبات البدنية الحقيقة اليوم الصباحي واليوم المساء أمر مجهد شوية على عائبة النادي الآلي لكن الحقيقة الكل يجتهد الكل يتدرب النهاردة يمكن مع البرنامج التدريب المعتاد عن فريق النادي الآلي برنامج الفول دي النهاردة كان مفيش تدريب صباحي كي ناس تقول التدريب يدلغ التدريب النهاردة ما كانش فيه طبقا للبرنامج لأن انت عرف محمد بكرة فيه مباراة مباراة من 90 ديال الكل يشارك فيها فلازم تنزل بالحمل التدريب شوية لفريق النادي الآلي ومن بعدها يبدأ الحمل يرتفع مع المباراة وتوالي المباراة الأمور مطمئنة بالنسبة لبرونو سابي وبنسبة كبيرة جدا ما هو فقط محمد أنه يكون بس بياخد فترة راحة بسيطة جدا خلال الـ 48 ساعة القادمة مع التدريبات ويكون متواجد مع فريق النادي الآلي لكن لا في خلفية ولا الكلام ده حتى اللعبة الدولية لما ترجع كمان هتاخد يوم واثنين زيادة خاصة أن في مباراة ودية ففي توقيت المباراة الودية والتمرين اللي قبل المباراة الودية بيبقى في راحة مع ناصر لعبة عدد مباراة خلال الفترة الأخيرة بالتأكيد محمد طبعا يعني أنت عارف الحمل التدريبي بيرتفع بشكل كبير سواء لعبتنا اللي في المنتخب أو هنا فيها لنادي الآلي فهو جدول والملف الطبي ده كان أمر مهم جدا أن أنت تقدر توزع المجهود شغال عليها مش شغال فقط لغير من اللعيب ده بيشتك أو بيقول لنا رجلي وجعاني أنت عندك يعني أمور عديدة جدا تقدر تبني عليها وده كان أمر مهم جدا فيه كمان عدد من اللعيبة ممكن ما تلاقيهش يعني ممكن بعد بكر ما تلاقيهش حد من اللعيبة هياخد يوم راحة شوية لأن ده برنامج التدريبي الموضوع لي بالنسبة لي الملف شادي حسين أيضا كمان يمكن جاب عن تدريب المسائي أمس عشان الفحص الطبي والملف الطبي بعد الملف وبعد طبعا استفاءة كل الأوراق والأمور والقياسات هنبدأ نشوف برنامج خاص لشادي مع اللعيبة طبعا لكن الأمور ده يمكن مطمئنا بشكل كبير جدا محمد الملف الطبي ده أمر مهم جدا للعيبة نادي الألي لأن انت عندك موسم شاق وطويل عدد كبير من برات والسفر الأمور ده يمكن كنا محتاجينها الفترة اللي فاتت الأمور ده طيبة جدا ساعة فريق النادي الألي بشكل كبير مع الاستعدادات الفنية والتيكتيكية والبدنية الحقيقة مع مارسل كولر المدير الفني الفريق النادي الألي أندريس أندويا الحقيقة مخطط الأحمال بنتابع محمد الحقيقة في التدريبات بعض التدريبات كده ما كناش بنشوفها من فترة كبيرة جدا انت عارفة ما بترفع الحمل التدريبي بتدريبات كرة بزيجزاج بسبرنتات وتبدأ بعد كده ان انت في جون صغير تحرز هدف بيجي لك فرص بتضياها الفينش الفينش أمر مهم جدا مع الحمل البدني ومع المجهود البدني الحقيقة المرتفع أمور الحقيقة بنشوفها في التدريبات مديانة الحقيقة طمأنينة كبيرة جدا المباراة الودية غدا زي ما انت أكدت محمد هكون على استاد الأهلي والسلام في الربيع عصرا المباراة يستفيد بها بشكل كبير جدا النادي الأهلي الكل لا يشارك بكرة فرصة كبيرة للجهاز الفني انه يتابع كل اللعيبة يتابع بعض طبعا الأمور البسيطة التكتكية اللي بتطبق في هذا البرنامج وفي هذا التوقيت يارب ان شاء الله يكون جرعة تدريبية قوية لفريق النادي الأهلي بالنسبة للمباراة الودية غدا يستفيد بها النادي الأهلي وأيضا كمان يكون تقييم كبير جدا للجهاز الفني لكل اللي لا يشارك في مباراة الغد أكيد كريم سؤال أخير عقب التدريب الفريق هيرجع لفندق الإقامة وبقر مباشرة ما فيش تدريب في التتش هيتوجه مباشرة لملعب الأهلي والسلام بالتأكيد يا محمد يعني خلاص انت عارف فندق الإقامة قريب جدا هنا من سد مختار التتش خلاص انت المعسكر الممتد حتى يوم الاثنين زي ما قلنا يوم الجمعة بس لا يكون راحة لفريق النادي الأهلي ويستمر حتى يوم الاثنين من الفندق إلى الملعب ومن الملعب إلى الفندق ده الحقيقة المعتاد لفريق النادي الأهلي مرحلة محتاجة تركيز وده الحقيقة الأمر المهم جدا ان انت بتفكر فقط لغير في التدريبات وان ان انت تبزل كل الجهد في التدريبات عشان يكون مرضودها كبير جدا ان شاء الله في انطلقتنا في البطولة الأفريقية لكل جمهور النادي الأهلي منتظرة ان شاء الله مباراة يكون صعبة جدا أمام الاتحاد المنستيلي في تونس لكن بالتحضير الجيد وبالروح والإصرار الكبير وبعودة أكثر من لعب الحقيقة فقدناهم خلال الأيام الماضية وخلال مراحل الماضية ان شاء الله يكون أضافة الفريق النادي الأهلي ونقدر ان شاء الله بإذن الله يكون انطلقتنا جيدة جدا في البطولة الأفريقية بإذن الله زميل العزيزة كريم أحمد موفد قناة الأهلي بشكرك شكرا جزيلا كل هذه التوضحات وقال لنا كلام مهم جدا بخصوص تدريب الفريق خلال الفترة اللي جاية والكلام اللي تردد بخصوص سافيو وقلت في البداية لا فيه إصابة هتحصل دلوقتي خلال الفترة اللي جاية ما بين بعض اللاعبين لكن زي ما أكد لا فيه إصابة ولا فيه أي حاجة أخرج لفاصل وبعد الفاصل نستكمل بقى فقرات برنامج الترند أهلا بحضراتكم من جديد وفقر الترند الأهلي نشوف اللي الكتب على الأهلي في السوشيال ميديا خلال الساعات الأخيرة وأول حاجة معنا كورا بلاس وبتسأل بخصوص برونو سافيو الصفحة الرسمية لكورا بلاس على الفيسبوك قالت أن برونو سافيو يخضع لفحص طب في الأهلي بعد شكوى الألام الخلفية زي ما قلت لحضراتكم من السوشيال ميديا النهاردة ما كانش عندها كلام إلا على المهاجم البرازيلي برونو سافيو كل الكلام ده طلع عاري تماما من الصحة لا فيه إجهاد ولا فيه إصابة في العضلة الخلفية ولا فيه أي شيء راحة لللاعب من تدريب المساء المبارح والنهاردة وإن شاء الله هيكون موجود بعد المباراة الودية زي ما أكدنا لكم وزي ما قال لنا زمننا كريم أحمد من ملعب التتش بي الجزيرة نروح كمان لحساب شروق وبيكلموا على حالة واحدة تهدد برونو سافيو من المشاركة مع الأهلي الصفحة الرسمية للشروق اتكلمت على فكرة أن برونو سافيو هل ممكن يتعرض للإقاف بسبب المشكلة اللي كانت تعرض لها في إحدى المباريات في الدور البوليفي طبعا كلنا عارفين لغاية اللحظة دي لسه ما فيش أي قرار صدر من الاتحاد المحلي في بوليفيا وده بناء على شرك وتقدمت من حكم المباراة لكن في النهاية إذا صدر قرار من الاتحاد المحلي البوليفي اللعب هنا انتقل من الدور البوليفي إلى الدور المصري هل ستنتقل عقوبة معاه إلى الدور المصري ده هنشوفه خلال الساعة الجاية ولكن الأمر مرتبط بالعقوبة الدولية يعني لو الحكم كان صعد الأمر إلى الاتحاد الدولي إذا كانت العقوبة في الاتحاد البوليفي لا تطابق اللوايح هنا ممكن يكون فيه كلام لكن بالطبع حتى هذه اللحظة لا فيه قضية ولا فيه قرار ولا فيه مشكلة لكن للأسف البعض بيحاول يصعد ويقبر الأمور خلال الفترة الحالية دي الأمور المتعلقة بترند الأهل ولكن النادي الأهل خلال الأيام القادمة أكيد بيستعد ليه مباراة مهمة جدا في دوري أبطال إفريقيا والمباراة اللي جاية بالتأكيد لا تقل أهمية عن المباراة القادمة لأنها بداية الانطلاق في دوري أبطال إفريقيا مباراة الأهلي والتحاد المنستير اللي تنسي أحد أعرق الأندية في تونس فبالتأكيد فيها استعدادات فيها أخبار فيها كواليس من بدر كده بنسخن معكم ونروح تونس مع الكابتن أنيس المنستيري رئيس فرع الكورة في نادي التحاد المنستير وبالتأكيد هو زي مدير الكورة كده بالضبط عندنا في مصر كابتن أنيس يعيشك مساء الخير عليك مساء الخير مرحبا بيك ومرحبا بالمشاهدين بتاعك وبتاع الجمهور السلام على الإخوة المصرين أهلا بيك وسعداء بوجودك معنا وعايز أقول لك مشروع وتجربة اتحاد المنستير في تونس عمل شغل كبير جدا خلال تحديدا آخر أربع سنوات تاني مشاركة قرية فستو بالكاس على حساب التراجي السوبر على حساب التراجي وصيف الدوري على بعض نقطة قليلة أو نقطة وحيدة مع التراجي التونس فبالتالي الكل عمل استعدادات كبيرة جدا لهذا الفريق في دوري أبطال إفريقيا كيف ترى هذا المشروع لبطل تونس وكيف ترى مواجهته مع الأهلي صاحب الألقاب الكبيرة في دوري أبطال إفريقيا والله كل مشروع عنده طموحات كل الطموحات معناها مشروعة يقعدها بديمة مقابلة معناها بين شقيقين بين التونس أو المخارق يدخل كما العادة معناها كما جرت العادة بين المقابلات بين تونس ومسا فيها تشويق نحن نحترمه فريق الأهلي والخبرة متاعه القرية وعنا طموحه كما قلت مشروع جدا ندافو عليه وإنساء الله معناها الميدان هو يكون فيسل معناها بيننا وإنساء الله علمت أن فريق الاتحاد المنستري التونسي ممكن عمل توقامة مع سان بيدرو الإفواري بخصوص التعاقد مع اللاعبين الأجانب هل في تدعمات تمت من خلال هذه التوقامة عندكم صفقات أو لعبين أجانب هيكونوا موجودين في لقاء الأهلي في دوري أبطال إفريقيا وليس في شيء لعب من أجسان بيدرو وحيكون متواجد من شاء الله في المتارات طيب بخصوص المباراة هل هتتلعب في توقيت الساعة 3 العصر ولا في اتجاهنا تتلعب مساء تحت الأضواء الكشف والله نحن إن شاء الله في المدة هذه قاعدين إن شاء الله نحب مع الأخوة معناها في الأهلي التوقيت من تعلمات اللي بش يكون معناها في الذهاب والماتش بش يكون في القيام نحبوا نحبوا معناها المعيد من تقوى على ذكري كما قلوا إحنا بس نعمل تعرف الحجزات وظاهر وإن شاء الله نشوفوا التوقيت من بعد كل ما بعد أنا تبعت الفترة الأخيرة مباراة الدوري التونسي يمكن كلها تتلعب بالنهار هل المباراة تبقى برضه بنفس التوقيت ولا أنتو بتفكروا عايزين تاخدوا موافقة نتلعبوا بالليل في المساء والله هو كل شيء يوارد معناه كل شيء يوارد إذا احنا إن شاء الله مع الإخوة معاناها في الأهل لنحبوا معناها التوقيت المباراة تتهاب ومباراة لها إن شاء الله أكيد الحضور الجماهيري عناش هد حضور جماهيري كبير في المنستير على ملعب مصطفى بن جنات إن شاء الله طبعا فريق الأهلي فريق معناها معروف للقارب الأفريقية إن شاء الله بيس يكون حافظة بيبس يجيز مهور أكثر ممكن من المعطاة أكيد أبرز اللاعبين في فريق الاتحاد المنستير وكمان أبرز اللاعبين في الأهلي من خلال رؤيتك ومتابعتك وانا عارف انك حضرتك مخاضرة مليكة باع طويل ومتابع بشكل جيد لكمال النادي الأهلي والقرى المصرية والتونسية ولا يتعرف أنا ديما ما عنديش فكرة اللاعب معناها الكويت ولا اللاعب الأفضل ديما نمشيك فكرة المجموعة ديما المجموعة تكون أقوى من الفربيات فربيات حجير مهمين بطاق اللاعب معناها عند الفربيات ينجل يجيب لك متى لكن ديما روح المجموعة تقعد أقوى من أي لاعب معناها أكيد حارس المرمى بشير بن سعيد حارس مرمى منتخب تونس وهو حارس مرمى اتحاد المنستير أكيد بيدي دفعة قوية وثقة للسكواد وقايمة فريق الاتحاد المنستير أكيد كابتن أنيس طبعا إذا كان حارس يبدأ معناها قاعد ذي يقدم في المباراة الممتازة ولعب معناها المنتخب ديما دفع ديما حاجة في الفريق أكيد أكيد كابتن أنيس المنستيري أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المدخلة وإن شاء الله بإذن الله نشوف مباراة موفقة بين فريقين كبيرين للأهل والتحاد المنستير وهي مباراة جمهورية بالتأكيد بتحظى بمتابعة كبيرة جدا نكمل مع بعض ترند الأهل لكن المدخلة كانت مهمة عشان نعرف كيف يستعد التحاد المنستير للأهل والمباراة تتلاعب صباحا ولا مساء طب احنا كلمنا على برونو سافيو قلت حاليا لسه ما فيش قرار وبالتالي ننتظر خلال الفترة اللي جاي لكن الموضوع مش محتاج كل الضجة اللي موجودة في السوشيال ميديا خلال الفترة الأخيرة طب نروا لحسابة في الجول وصحيفة The South African الجنوب إفريقية قالت أن قيد بيرسي تاو في قائمة الآلة الإفريقية تسبب في ضربة لكل من أورلاندو بايرتز وكايزر تشيفز بسبب اهتمام الناديين بضم اللعب آخر موعد للقيد في جنوب إفريقيا بعد غد يوم 22.09 وإذا بيرسي تاو حتى ما شاركش في الضور التمهيدي إلا الثاني أي نادي في جنوب إفريقيا عايزه ضم اللاعب في يناير عيب الأمر متاح لكن لو شارك مش عيبقى متاح فبالتالي فكرة القيد في حد ذات النائعة هتبقى ضربة لأي فريق عايزه ضم اللاعب هي مش بنسبة 100% بنسبة 50% لكن المشاركة في المباراة هي اللي بتأتي الحلم أي نادي لو عايزه ضم اللاعب مقايد في قائمة فريق آخر إفريقيا حسب باكورة 11 وتصريح لداركو نوفيتش المدرب الصربي المسؤول عن أو المدير الفني لاتحاد المنستير التونسي قال الأهلي سيبقى الأهلي حتى إذا كان في حالة غير جيدة يظل هو أكبر أندية القرة وعلينا العمل بأقصى جهد من أجل الفوز عليه والصعود لدور المجموعات كان مسؤول عن فريق فاقستيف السنة اللي فاتت لما لعب مع الأهلي في دوري أبطال إفريقيا وبالتأكيد بإذن الله يعني الأهلي يتخطى زي ما تخطى فاقستيف في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا العام الماضي يلا كورة وتصريحات المدارب العام للتحاد المنستير التونسي قال حتى الآن لم يتم تحديد موعد انطلاق مباراتنا أمام الأهلي لوجود مشكلة في الإنارة بملعب المنستير وإذا لم يكن متاحا اللعب ليلا تحت الأدواء الكشفة سيقام اللقاء نهار خبنا تصريحات من رئيس فرق الكورة كابتن أنيس وقال لنا كل التفاصيل الخاصة بإقامة المباراة وما زال هناك تنصيق ما بين الجانب الفريل للتحاد المنستير والأهلي لتحديد الموعد خلال الفترة اللي جاي اليوم السابع وآخر حاجة مع الفتريند الأهلي جهاز الأهلي يراقب أداة لعبه الدوليين في المنتخبات خلال فترة الأجندة الدولية أكيد هتكون فيه متابعة لعلي معلول مع منتخب تونس عند مباراتين مهمين جدا مع جزر القمر ومع البرازيل وأيضا كمان متابعة لأليو جانج عيل عم مباراتين في الأجندة الدولية وبعد كده عودتهم ويكون فيه برنامج بدن ليهم وزي ما قلت أي لعب دول للفترة الحالية أو لعب مباريات أكتر من اللعيبة اللي موجودة في القائمة الأساسية معدل الراحة واللياقة البدنية والتدريبات هتختلف من لعب لآخر فأي لعيب مش هتشافوه في تفمرين مش معناه أنه هو مصاب دي نقطة مهمة بأكد عليها لكل السادة المشاهدين أخرج إلى فاصل وبعد الفاصل نرجع ونكمل باقي فقرات برنامج التريند أهلا بحضراتكم من جديد والجزء الأخير من برنامج التريند السؤال التي طرحناها في بداية الحلقة من الصفقة الجديدة التي تتوقع تقلقها وانتسجمها مع الآلي خلال الفترة اللي جاية أول رأي معايا داليا الكابيتان وبتقول إن شاء الله نجاح كل الصفقات الآلي وأتوقع الأقصر نجاحا برونو سافيو وشادي حسين يمكن دي أبرز المشاركات اللي معنا النهاردة في السؤال التي طرحناها في بداية الحلقة وبالطبع إن شاء الله نتمنى التوفير للنادي الآلي خلال الفترة اللي جاية في الختام بشكر حضراتكم على حسن المتابعة والمشاهدة وبإذن الله ألتقي على خير في حلقة أخرى قادمة من برنامج أل تريند شكراً وإلى اللقاء